يا أهلا بحضراتكم مرة تانية أهلا بيكم في آخر فقراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الأهلي طبعا عندنا مباراة في ملتهى الأهمية يوم الجمعة جاية إن شاء الله أمام فريق الزمالك أكيد عايزين نتكلم بقى عن المباراة دي وعن التوقعات المتعلقة بيها ولكن الأمر برضو لن يخلو من أن احنا نطل طالة نبص بص على المرشيد اللي فاتوا ونشوف بقى اللي جاي هيحصل في ايه كل كل هذا هيحصل مع كابتن أسامي عرابي نجم النادي الأهلي السابق اللي بنورنا في حلقة النهاردة صباحا كل كابتن صباحا كل أهلا برحمة الله يخليه كل تمام صباح الخير على المشاهدين كلهم والمصريين صباحا كل طيب نبتدي بالفات عشان نوصل للجاي كيف رأيت مبارتي الإسماعيلي والبنك الأهلي مباراة الإسماعيلي أولا واحدة من المباراة الحلوة جدا للنادي الأهلي في بداية الموسم يعلي لعبا ونتيجة نتيجة كبيرة أربعة نتكسب الإسماعيل أربعة وأداء هاي وأداء طبعا رائع فاكتملت فيها الصورة اللي الناس نفسها تشوفها على طول لكن مش كل المباريات بتمشي بنفس الوتيرة يعني هو مثل المسلمان الليعف في المباراة دية بأسلوب جديد أو بطريقة جديدة يعني اللي هي 3-4-3 وابتدى بكمان باتنين نجوم من الصفقات الجديدة اللي جات لهم برسي تاو ومكسوني وبرسي تاو تحديدا عمل شغل مهايل وجاب جنين حلوين أنا أول مرة كنت أتفرج عليه أنا شفت مكسوني طبعا مع سيمبا وشفته قبل كده شاركه على فترات جاب جنين حلوين كان مفاجئ لكل فعل جاب جنين حلوين قوي كان بلعب باستمتاع عبدالذات لما جاب اللي جوان خد ثقة كمان وفي جون منهم جي بدري فخد ثقة الناس بسرعة يعني ومكسوني برضو قدم مباراة كويسة وأحمد عبدالقادر كمان لما نزل جاب جون وعمل مباراة كويسة فالسباقات الجديدة بان إنها إضافات جيدة يعني الفترة الجاية مع الفرق أو كده فهو لعب الأسلوب ده لو أقوي الطريقة دي اللي هي ثلاثة أربعة ثلاثة الطريقة كانت نالت استحسان الكل وقلنا حنشوفها تاني في البنك الأهلي ما حصلش لا هو هو خلي بالك كل فرق في الدنيا بيبقى لها طريقة أساسية وطرق فرعية الطريقة الأساسية بيبقى خلاص هو المدير الفني مثلا هي دي الطريقة اللي بيلعب بها في معظم المتشار سواء هو كان قاعد فترة طويلة أو حتى لما لسه بيكون جاي بيبقى ليه أسلوب أو طريقة عايز يلعب بها فهي في معظم الفترة الفاتي كنا نلعب أربعة اتنين ثلاثة واحد هو جاي في المباراة دي ولعب تلاتة أربعة ثلاثة ونجح لكن مش معنى كده أن لازم كل مباراة تنجح بنفس الشكل لأنك فيها اختلافات شوية في تحركات الأعيبة عن طريقة أربعة اتنين ثلاثة واحد هو برضو ابتدى بنفس الشكل في مباراة البنك الأهلي ابتدى بتلاتة أربعة ثلاثة بس هو كان تغيير وحيد بس ديانج كان طبعا ما بلعبش فلعب أكرم توفيق في وسط الملعب جنب عبر السلية ولعب محمد هاني باك يمين يعني هو لعب بنفس الطريقة ثلاثة أربعة ثلاثة البداية الشوط الأولاني ما عملتش شغل لزي ما عملت في مارش الإسماعيلي تاني لأنه لنجح لنفس النقطة لأنه مش كل مباراة أحداثها بتمشي زي التانية هو مفهومة كابتن عرافي لكل مقام المقال تعالى نسميها كده لكن على الأقل بيكون في حد أدنى لازم يكون مرتفع شوية من جودة الأداء آه طبعا دي حقيقة دي حقيقة الشوط الأولاني ما كانتش حلو فعلا بس أنا بقولك الاختلاف في إيه مط مباراة الإسماعيلي أولا الأهداف جات بدري يعني أول ربع ساعة وبعدها خمس دقيق يعني في اللغات الدقيقة تقطع عشرين كنا جايبين جنيه الإسماعيلي أساسا لعب مفتوح قوي إسماعيلي بيمر برضو بحالة ظروف معينة فاللعب كان مفتوح بدرجة كبيرة جدا فالمساحة قدت حرية لعبت النادي الأهلي أن يلعبوا بانطلاقة واختراق والهدفين كمان سهلوا المباراة كتير لما تجيب جنيه في أول تلت ساعة تسهلوا المباراة كتير لا يبقى له مناكس كمان من نفسي على الفريق المنافس مصبوح فقدرنا نجيب جنيه تانين وكان ممكن نزود كمان الحصيلة في مباراة البنك الأهلي كان متوقع أنه خالد جلال مدير فان البنك الأهلي بعد ما شاهد مباراة الإسماعيلي أكيد مش هيفتح خطوطه زي ماتش الإسماعيلي وقد كان عمل تكتلات دفاعية يعني كان بلعب بتكتلات كتيرة لدرجة أنه لعب برضو بتلاتة في العمق في الدفاع ملعبش باتنين يعني آه يعني برضو لعب يعتبر يعني يعتبر تلاتة ستة واحد كمان فما ابتداش يهجي من الغير في التلتة ساعة الأخيرة اللي هو عمل خطورة فيها على النادي الأهلي صحيح يعني هي دي الفترة اللي النادي الأهلي الديفنسر اختبك فيها واتضغطنا ورغم أن احنا أضعنا فرص لكن كان ممكن برضو هما أضعوا برضو فرصة أو فرصين كان ممكن يحصل تعادل يعني فالمباراة ابتدت كده فالمساحات ما كانتش مفتوحة بالدرجة الكبيرة زي ماتش الإسماعيلي معه كمان أنه في بعض اللاعبين اللي كانوا في مستوى على المستوى الفرد يعني في مباراة الإسماعيلي كانوا أقل كتير في مباراة بما فيهم برستاو بما فيهم برستاو بس أنا قلت لك برستاو ممكن يكون المساحات لما تقفلت عليه وما فيش مساندة كبيرة من الناس اللي تحت حصل أنه مظهرش بالصورة كبيرة زي مباراة الإسماعيلي لأنه الطريقة دية بتتطلب أن البكين يبقوا مهاجمين على طول زي الأجنحة يعني بيبقوا طالعين لقدام أول يعني معلوله وكان هاني في الشوط الأولين بعد كده أكرم توفيق كمل كمان الاتنين الارتكاز اللي هما في الشوط الأولين كان أكرم وعمر ما كانوش قادرين يزبطوا التكملة الهجومية والسيطرة على وسط الملعب بطريقة اللي كانت موجودة في ماتش الأفشا كان مائي دومة الكثير ما كملتش أه أفشا كان مائي لناحية اليمين ومكسوني لناحية الشمال وبرستاو قدام فبرستاو كان منعزل شوية ما كانش فيه زيادة عددية من اللاعبين للمساندة داخل الثمانتاشر فهو لما لقى التكتل كده ابتدى يرجع للطريقة الطبيعية بتاعته اللي هي 4-2-3-1 بنزل محمد شريف نزل محمد شريف بعد حوالي خمس أو ست داي من الشوط الثاني ورجعنا لطريقة 4-2-3-1 اللي هو أخرج هاني ولعب أكرم توفيق بك يمين وطلع حمدي فتحي من السلاسة اللي هم في العمق طلعه القدام مع عمر السلاية ودخل مجد أفشا لتحت رأس الحربة رجع للأسلوب اللي هو 4-2-3-1 بأكرم توفيق بنون أيمن أشرف معلون هذا الأسلوب ده تكرر كتير لدرجة أنه يبقى محفوظ لنا وكل الفرق اللي بتلعبنا هل ده معناه أن دي الطريقة الأريح من وجه نظر أو الأضمن أو الأأمن من وجه نظر المدرب ولا دي الطريقة من وجه نظر وبرده شايف أنه يقدر يستغل من خلالها قدرات وإمكانيات كل اللي يعد في مركزه هي دلوقتي الطريقة دي حتى من قبل المسلماني ما ييجي نادي الأهلي بلعب بيها في أخذ 3-4 سنين أو 5 سنين من أيام فيلر وقبليه يعني المدربين اللي سبقوه ده يدعم السؤال ليه؟ لأنه أنت الطريقة كل مدرب بيبقى ليه طريقة هو بلعبها حتى لو راح على فرقة وشاف العناصر برضو هو بيفرد أسلوبه حتى لو هي مغيرة لإمكانيات الفردية اللاعبة وفيه مدرب بيروح يعمل طريقة على الإمكانيات اللي موجودة عنده هو مش المفروض أصلا أن المدرب ده يفاجئنا كجمهور ندي والفرقة المنافسة بأنه كل كل مش هقول لك كل ماتش يعني بس على قاله كل كم ماتش بيغير الخطة لدرجة أنه مش متوقع بالنسبة للمنافسين ذقب أن تصدد الخطة، لكن لديه فرقة بين الطريقة والخطة الطريقة أساسية طريقة أستغير لأنها طريقة ب 활동 كل أفرقة هي مؤسسة اورهزة اعتهاد لا تقول لك فيه فرقة في الأشخاص دائما وليس مكyet mg بالوétaitراق باللعب بها Engineering ومر experimental اعجاب الأنGG ولكن أحياناً بيغير في الطريقة في بعض المباريات فرقة مثلاً عايز يدفع عليها شوية فرقة عايز يهاجمها أكتر فرقة كل أحد بيغير الأسلوب حسب الظروف المباراة لكن فيه طريقة أساسية لكن الخطة حتى لو الطريقة واحدة مثلاً أربعة، اثنين، ثلاثة واحد الخطة بقى هي دي اللي بيحصل فيها اللي انت بتقول عليه بقى اللي هو بيحصل فيها تغيرات في حاجات معينة مثلاً خطة اللي بتحصل في ضربات السابتة زي الكورنر زي الفاون ممكن جداً أعمل كورنر أو فاون ما عملتوش قبل كده أفاجئ بفرقة جملة جديدة جملة جديدة تحرك لحد معين مثلاً بيرسيتاو مثلاً بيلعب في رأس الحربة أو أدي مثلاً للطرف ودخل اللي هو طرف اللي هو زي مجد أفشا أو بيكسوني لما بيلعب في تلاتة أربعة تلاتة أربعة تلاتة للداخل كراس حربة هي دي بقى التحركات هي دي اللي ممكن بغير أحياناً في بعض جزئيات فيها في بعض المباريات لكن الشك الطريقة الأساسية بتبقى سافة أصلاً اللي يزاعد على كده كابتول وسامة يعني أن انت عندك لعيبة متميزة في أكتر من مركز مزبوط يعني ممكن تعمل تيوم روتيشن زي ما انت عايز كما هو ده اللي حصل أنه هو الشوت التاني حمدي فتحي كان بيلعب في الخلف مع بنون وأيمن أشر حصل أنه فرقة البنك الأهلي ما بتهاجمش كتير فهم التلاتة كانوا بيوقفوا على مهاجم واحد كانوا عطلنين عطلنين فهو راح مطلع مقدم حمدي فتحي لوسط الملعب ونزل شريف ودخل مجد أفشا للمنطقة اللي مجد أفشا بيفتاح فيها أكتر اللي هي في العمق وراء راس الحربة لأنه بيتحرك يمين ومشمال وبينزل استلم من تحت وبيلعب الفرقة وبيكمل عجون يعني دي بتديله حرية أكتر لما بيروح على الأجناب شوية بتتحد حريته إحنا لغاية دلوقتي تكلمنا عن اللي فات تعبق نتكلم على اللي جاي واللي جاي مش هاين ومش سهل ولقاء قمة اللي كالعادة بيبقاله حساباته الخاصة وفيه دايماً مساحة كافية لأي مفاجآت طمعاً شايف المواتش ده حيمشي إزاي وخصوصاً إن إحنا يعني تعالنا نقول إنه بشكل عام بيتسو موسماني مدرب هجومه إلى حد كبير في الوقت اللي مدرب الزمالك فيه قد يلجأ ليه تكتلات دفاعية معهودة إلى حد كبير في طرقتهم في اللعبة وفكرة كالدنيا هتمشي إزاي في المرشبه مضبوط هو بداية أنا سريعاً أقوله على نادي الزمالك وبعدين هارجع لل هو فعلاً ميستر كارتلون في معظم ماتشات اللعبة قدام الأهلي وفي معظم ماتشاته حتى مع طولة إفريقيا أو حتى في الدور المصري رغم قوة الزمالك بالنسبة لمنافسين الآخرين بيميل للدفاع لكن هو بيميل للتحفظ شوية يعني مش من المدربين اللي بيقودش المبادرة بالهجوم على طول وأنا أعتقد هيستمر على هذا الأسلوب حتى هو ده بقى اللي أنا بقولولك في الخطة إنه هو بيلعب بشكل معين هو بيلعب أربعة، اثنين، ثلاثة، واحد لكن زي ما أنت زي الخطة بقية إنه ممكن يخليهم متأخرين شوية متقاخرين ممكن شوية يقول لهم نضغط من قدام ممكن بغير مثلاً زيزو يدخلوا للعمق يودي مثلاً أوباما على الطرف أو مصطفى فتحي إذا كان بيلعب في الجناعة هو هي دي الحاجات اللي بيناور بها لكنه تملي مايل للتحفظ نيجي بقى للنادي الأهلي الندي الأهلي مستر موسيماني قلنا لعب بطريقتين في الماتشين اللي فاته هل هيستمر بثلاثة، أربعة، ثلاثة ولا هيرجع للطريقة التقليدية اللي هو بيلعب بها كل الماتشوات أربعة، ثلاثة، ثلاثة، واحد ده أول تساؤل نعم وأنا يعني أميل إنه ممكن يلعب أربعة، ثلاثة، ثلاثة، واحد يرجع للأسلوب العادي الطبيعي لأنه برضو وجود شريف وقفش وراءه مهم يعني رغم تقلق مكسوني ورغم برستاو ورغم إنه مكسوني اللاعب جيد ورغم إنه عنده عناصر كتيرة ولكن الاتنين دولة بيعملوا خطورة في كل أحد في مكانه وبيدوا قوة هجومية للنادي الأهلي طبيعي، بس أنت عندك برضو في المقابل أنت عندك وينجين الزمالك سواء بن شرقي ولا زيزو يعتبروا برضو من أهم الأسلحة عند طريق النادي الزمالك مظبوط، مظبوط، فهل تعتقد أن موسماني حيلعب عليهم منتومان؟ لا، هو ما بلعبش مش هيلعب منتومان، لأنه يعني أسلوب المنتومان قوي ده في الكرة الحديثة ما بقاش موجود زي زمان، يعني زمان كان المنتومان دي أو رجل الرجل كان بيبقى ممكن تلاصق واحد في أي تحرك بيه في الملعب يعني روحنا على تلمين على الشمان؟ ده بيحصل مع كريستيان ورونالدو بيحصل مع ميسي ومع محمد صلاح يعني اللعاب اللي فيه منهم أو فيه من وراهم، آه لا، بيوظفونه حد دقاعة زي يضله مظبوط، بس في المناطق اللي بيلعب فيها يعني ما بيجوش مثلاً محمد صلاح بيلعب في الجناح اليمين، بيلعب عليه واحد في المنطقة بتاعته ديت بيلعب عليه ومرقبه مثلاً ما بيهاجمش كتير لكن لو محمد صلاح مثلاً راح في الجناح الشمال الناحى الثانية، مش هيروح وراه لا بيبقى الهناك، بس هيروح ايوه، اللي في الشمال وقتها هيروح آه، عشان كده ما بقاش فيه اللي هو الرجل الرجل طوال التسعين ديانه هو فرد يفضل مع واحده، لكنها بتبقى الفرد ده ممكن يتغير بتغير المهاجد آه، بتبقى خليط بين المنتومان أو الرجل الرجل ويدفعها المنطقة اسمها يعني كل واحد بيدافع في المنطقة اللي هو متواجد فيها تمام، فهي بتبقى كده يعني ممكن اتحفظ اعمل شكل مثلاً الهاف مع المهاجم مع الباك ما يهاجموش قوي لو محمد صلاح في الحالة دي عشان يقفله عليه أو كريستيانو أو ميسي أو هكذا برضو فانا برضو نفس الاسلوب عشان كده انا بقول ممكن مستر موسيماني يلعب باتنين أجنحة ويعرفوا يدفعوا عشان يساعدوا معلول وأكرم توفيق أو محمد هاني اللي هيلعب اللي انت النقطة اللي بتتكلم فيها انت اللي هي عشان زيزوا وبين شرقي وهم نفس الشيء ممكن يلعب مثلاً الشحات و و و و و حد تاني ناحية الشمال بيعرف يهاجم ويدابع مثلاً يعني معنى كده مش بالضرورة ان موسيماني هيبتدي لقاء الزمالك من حيث انتهى على صعيد التشكيل في البنك الأهمي ممكن يتفاجئ بتغييرات اه اه مؤجيس بس مش هتبقى كبيرة يعني لأنك انت فانا في القوام الأساسي ثابت اه في قوام أساسي مش هيقدر يلعب في كتير لكن هو ممكن يحصل تغييره في واحد في اثنين على الأكتر لكن مش هيبقى تغييره مثلاً في خمسة ستة يعني مش ودي عدك برضو دكة مش سهلة قاعدة مستنية مهدى مهدى كويس بقى يعني الميزة اللي جات من صفقات الأهل الجديدة من الدكة بقت قوية لما يلعب مثلاً بيرسيتاو ومكسوني وقفشا في الأول في مبارات البنك الأهلي أو الإسماعيلي قاعد شريف برا قاعد الشحات برا قاعد كهربا برا قاعد يعني ناس كثيرة جداً أنا بكلم من ناحية الوجمية كلهم أسماء تيه لأه طبعاً كلهم أسماء تيه لحصاب حسن مش عارف مين فيه عناصر عندك لما بيبدأ فلان لو مثلا تدى شريف وما يلعبش مع بيرسيتاو بيرسيتاو قاعد برا ممكن هما اتنين يتدوا مع بعض وده متوقع في الماتش الجاي فهي الفكرة أنه أنك إزاي تستعمل مناطق القوة بتاعتك وفي النحية الوجمية وإزاي برضه في النواحة الدفاعية تقلل الخطورة اللي عليك وده فلسفة الكرة عمتاً يعني أن أنت لما تكون معك الكرة عايز تهاجم وتعمل فرص ومساحات وتجيب جوان ولما تيجي تدافع أنك تقلل الخطورة اللي عليك وأنك ما يجيش فيك أهداف لأن في نتيجة في نتيجة فهو دي بقى الشغل اللي هيبقى موجود هما زمالك هتلاقي الأم من علي معلول الأم من أفشا الأم من أكرم أو هني لو لعب عطار فالأم من شريف أو بيرسيتاو فهو برضه عمل حسابه على اللعبة دي ففي المقابل حتى أحياناً كان مستر كابترون زيزو مثلاً معظم ما تشوت بلعب نحية اليمين اللي هي الشمال نحن نحية اليمين آه كان ساعات بلعب نحية الشمال فيجيبه هو ناحية تعالي معلول يعني بيجيبه عشان بيقدر يدفع أكتر من بين شريف يعني أحياناً بيلاعب زيزو مع الظاهير الناحية اليمين ويرجعه الوراء شوية عشان عارفين خطورة تعالي معلول فهي مناورة بين المدرب ده والمدرب ده ومين بقى اللي ينجح ومين اللي توفيق معها يعني دي برضه مهمة يعني بقدر نقول إن هي مباراة تكتيكية يعني أو لقاء قمة بين اثنين مدربين أكتر ما هو لقاء قمة بين فرقتين مش كده برضه لا الاثنين مع بعض مع بعض بأنك أنت المدرب مهما خطط ومهما فكر وهما عامل في أدوات بتنفذ بها طبعاً ويتعرف تنفذ المطلوب طبعاً وهو دي برضه المسئولية يعني أول ما أنت أنت بتمرن طول السنة وبتحط خطط وبتعمله كلام ده بتيجي في وقت اللي عيد نزل الملعب المسئولية الأكبر بيتعلى اللاعد ما بقتش على المدرب آه فيه طبعاً مسئولة على المدرب ولكن بقت المسئولة الأكبر على اللاعد طيب خلينا بعد إذن حداك نقف عند النقطة دي ونطلع فاصل ونرجع بعديها نكمل كلامنا تفضل أهلاً بيكم مرة تانية عودة لكابتن أسامة عرابي نجم النادي الأهلي اللي منورنا في حلقتنا النهاردة طبعاً إحنا إلى حد كبير يتقال علينا إن إحنا فصصنا مارش الأهلي والزمالك والتوقعات المرتبطة بيه الفترة الجاية عايز برضو أسأل حداك على حاجة بعيداً بقى عن لقاء القمة فكرة إن إحنا كلنا ساعدنا من كم يوم بترشيح محمد الشناوي للحصول على جيزة ولقب أحسن حرس مرمى في العالم وجوده في قائمة بالضم 19-20 إسم من أهم وقت الأسماء حراس المرمى في العالم ده من ناحية ومن ناحية تانية فيتسو مسباني نفسه وترشيحه برضو لجيزة المدرب الأفضل في العالم يعني شفت الموضوع ده إزاي؟ لا هو مجرد الترشيح شرف أكيد يعني مجرد ما اسم حد بيتحط سواء كلاعب أو مدرب إنه ضمن الناس اللي ممكن تختار فده الوحده خلاص دي لا هو يبين ثقة للنادي الأهلي طبعا أكيد ما هو بيبقى ما هو مش بسهولة لو هو مش في الأهلي ما هو مش حقق الإنجازات دي كلها ما كانش هيبقى في القائمة دي أصدق مش هيبقى في القائمة دي فطبيعي يعني هو فيه جزء كبير إنه هو مرتبط بالنادي الأهلي فيه جزء طبعا على اللاعب أو المدرب أو كذا أو الشخصية نفسها يعني فطبعا مجرد الترشيح ده شرف كبير جدا نتمنى طبعا حد في يوم يحصل على اللقب وإن كانت طبعا مفيش شك إنها تبقى صعبة شوية لإنه فيه حاجات بتبقى مقارنات يعني تصنيفات لا مش ظلمة فيه تصنيفات معينة مثلا الدور الأوروبي غير الدور المصري بطولة أوروبا غير بطولة إفريقيا وحد مثلا عمل إنجازات على مستوى كبير مع منتخباتهم فدي برضو لها حسابات معينة لكن مجرد الترشيح نفسه طبعا حاجة مهمة جدا وشرف يعني على ذكر المنتخبات ما تيجي كده برضو نربط ما بين لقاء القمة وبين المنتخب وبين كيروش يعني هل لقاء القمة برضو حيبقى كيروش قاعد يتفرج يعني مستغرق في المتابعة عشان ده ممكن يغير له حسابات معينة بتشكيلة كادت في دماغه اه طبعا بص لما قلت لك كل مدرب بيجي بيبقى عنده تصور وكل ما هيشتغل ويفضل نتابع اللعيبة التصورات اللي عنده دي ممكن بيحصل فيها تغييرات ده طبيعي يعني أنا وانا بعيد ومش عارف الكرة المصرية قوي بيبقى ليا حسابات معينة وتفكير معينة لما اجي بقى يتعايش وعيش واشوف الماتشات وتابع اللعيبة معايا في الملعب دي بتديني انطباعات تانية وتغيير في تفكير حاجات في انطباعي عن لعب صحيح في انطباعي عن لعب كنت بلاعبه ولقيت انه هو مش مفيد قوي ممكن بكون تأكيد للانطباع او نفي ليه ايوه او فيه لعب مثلا انا مكنتش واخده لا ده مفروض ده كويس ده مفروض ده انه المعايشة بتاعته في الدوري او في مصر يعني في البلد نفسها وشايف اللعيبة بيتابعها على طول غير الانطباع الاولاني اللي كان عنده من شهرين مثلا قبل ما ييجي مصر يعني مهما شاف فيديوهات مهما شاف لا طبعا غير المعايشة الشعالية عندك حق من يوث فما فيش شك طبعا ماتشي القالي والزمالك ده زي ما تقول ريال بلعب برشلونا في اسبانيا يعني ماتش ديربي واهم ماتش اكيد الناس مفاهيمة كده وهو فاهم كده اكيد هيتابع باهتمام ويشوف يعني حالة اللعبة ايه عشان يطمن عليه وكده طب فضوء اللي حضرتك لمسته بنفسك او شوفته بنفسك من كيراش هل متطمن ليه الماتشين الجايين انجولا والجابول لا بس هو ما فيش شك ان الرجل عنده سيفيج قوي جدا لكن ما اقدرش اقول على تقييم نهائي لغير بعد فترة بعد مرحلة ما بيش شك الانطباع الاولاني في مباراتين ليبيا انطباع كويس وكسبنا الماتشين ودولو دولو ثقة مع الناس اه 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 بس السفاق منقوصة شوية طبيعي منقوصة شوية من منطلق طبعا مع كل الاحترام للفريق الليبي بالمتخب ليبيا لكن هو في فرق ثاني اقوى منه بكثير طبعا ما هونا عشان كده بقولك التجربة مش هيتحكم عليها دلوقتي هيتحكم عليها بعد فترة بعد فترة اكثر من مباراة يعني حتى مش مباراة انجولا واجابون بس لانك انت بعد ماتشين ليبيا انت يعتبر ان شاء الله وصلت يعني اعتبر انت ناقص لك ماتش واحد وتكسب وخلاص وكمان ده كمان متوقف على نتاج الاخرين بس هتدخل عد في ايد بقى والمعنى عد في الله هي دي بقى النقطة اللي هتبقى من الحاجات الفرقة شوي لو طلعنا من نتمنى يعني احنا مفروض الطبيعي انك انت طالما عايش تروح كاس على ما هتلعب اي فرق ده طبيعي يعني زي ما النادي الاهلي عايز ياخد دوري بيلعب اي فرق بيلعب افريقيا عايز ياخد لعب اي فرق انه بطل طبيعي انك انت تتمنى انك انت توصل كاس على ما على اي فرق ولكن في مستويات بطل فاحنا نتمنى ان احنا نطلع من الخمسة الاوائل اللي هم التصنيف الخمسة عشان نبعد عن القوة الكبيرة اوي يعني اي زي الجزائر زي السنغال المتشاط دي هتبقى تقيلة شوية تونس مش معنى كده ان احنا ما عندناش فرص لو لعبنا الفرق دي لا فرصتنا كبيرة لانك انت مصر ولكن لما تلعب فرق اقل في المستوى زي بنين ولا تنزانيا ولا كونغو ولا كده غير ما تلعب الجزائر السنغال بنجومة الكبارية عموما هنرجع ونقول ربنا يسطح الحال وبنتمنى التوفيق الحقيقة للمنتخبنا اكيد في المقام الاول وطبعا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي في لقاء القمة ان شاء الله يوم الجمعة القادم يا رب ان شاء الله نشوفكم على خير يوم الحد نشكركم جزيلا شكرا على حسن المتابعة واكيد بنشكر ضفتنا اللي نورنا كابتن اسامة عرابي بمسي جدا نبود حضرتك معنا نشوفكم على خير وصباح الفل عليكم جميعا